أشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بجهود أخيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ومتابعته المباشرة لتطوير جوانب الحياة كافة في إمارة عجمان وتفعيل دور الجهات الحكومية وتطوير عملها ما يحقق طموحات وتطلعات المواطنين وأثنى سموه على حصول مركز خدمة المتعاملين في دائرة الأراضي والأملاك في إمارة عجمان على تصنيف خمس نجوم وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات المعتمد في تقييم مراكز خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية جاء ذلك لدى زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صباح اليوم مركز خدمة المتعاملين في دائرة الأراضي والأملاك في إمارة عجمان لإزاحة الستار عن لوحة تصنيف خمس نجوم التي حصل عليها المركز ليصبح أول جهة حكومية محلية يتم تقييمها وفق النظام وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشاري صاحب السمو رئيس الدولة والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والأملاك في عجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لحكومة عجمان حصول مركز خدمة المتعاملين في دائرة الأراضي والأملاك على تقييم خمس نجوم وقال سموه هذه ثمرة لجهود الموظفين وعملهم كفريق واحد وإصرارهم على التميز في خدمة ضيوفهم ودليل حرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وإشعارهم بالتميز والأهمية التي يستحقونها وأضاف سموه أن ممارسات حكومة الإمارات في تطوير وتقديم خدمات متفوقة ومبتكرة عبر مراكز الخدمة في جميع أنحاء الدولة أصبحت ممارسة قياسية لحكومات العالم وأكد سموه أن تجربة الإمارات بتصنيف مراكز خدمات المتعاملين بنظام النجوم أصبحت تجربة عالمية نريد أن نطور هذا الإنجاز ونبني عليه في كل الجهات الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية حتى ينعم كل متعامل على أرض دولتنا بأفضل ضيافة وأرقى خدمة وأحسن رعاية وقال اعتمدنا نتائج تقييم جميع مراكز خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات نريد أن تتنافس فرق العمل في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة على أرض الدولة في خدمة ضيوفها لنحتفي بهم جميعا ويعتبر مركز خدمة المتعاملين في دائرة الأراضي والأملاك في إمارة عجمان أول مركز يحرز تصنيف خمس نجوم على مستوى الحكومات المحلية في الدولة وقد نجح في تطبيق عدد من المبادرات المتميزة في خدمة المتعاملين من أبرزها مبادرة أنا في خدمتك التي حظيت برضا كبير من المتعاملين